السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله سوف نقوم بإتمام التمرين 8-16 من الكتاب الدراسي المحيط في الرياضيات كما قلت هذا الدرس الحساب العددي ماشي للجوزة المربعة كما كانت العظم الصبور إذا عدلنا كذلك ثم فصلنا تلساوي A زايد B عامل B ناقص B ناقص A عامل A ناقص B وستنان لك تساوي النماذا نضرب B في A هي A B ثم زايد B في B كان دي محالة كان نضرب A ثم نضرب B و B في B هي B وستنان يعني B في B ناقص هنا تركزون عيام كنت تساوي ناقص كنت تساوي ناقص كنت تساوي ناقص إذا A عامل B هي A B A عامل ناقص A ناقص A وستنان يعني الزايد في ناقص تأتينا A و A فئة تأتينا A وستنان ناقص خلاص B وستنان ينفق اللي غا تعطينا A B هنا B وستنان و ناقص B وستنان هذه متقابلات تمشي بحالة يعني زايد B وستنان ناقص B وستنان يساوي السفر ثم ناقص ندخلوها على القوس ناقص بشكل دخل القوس تتغيير إشارة داخل القوس ناقص A زايد A اثنان ناقص A وناقص A زايد ناقص A ناقص A اثنان ثم ننتقل لأين بنفس الطريقة سأقوم بنفس ناقص 4 في A ثم ناقص ناقص 4 في ناقص B ثم ناقص 4 في زايد توعطينا ماذا؟ ناقص 4 في A ينقص 4 ناقص 4 في ناقص B ناقص في ناقص توعطي زايد 4B ناقص في زايد توعطي ناقص يجب أن ناقص 4C يعني 4C يجب أن ناقص ثم ناقص 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 كما قلت قاني ف ناقص تغير إشارة الأعداد التي داخل القوس تغير إشارتهم يعني بإشارة تصبحهم معنى آخر إشارة تصبحون العاداد تغير لقد داخل القوس إذن ناقص 4C ناقص 5C زائد 4B ناقص زائد 3B وناقص 4C زائد C تعطينا ناقص ثلاثة C إذن زائد 4B ناقص 1B هي زائد 3 وناقص 4C زائد 1C هي ناقص 3C ونكون بإذلك خذ أتممت أو بست ثم ننتقل لآخر عملية 1B ستعطينا 2X هنا ناقص زائد V ناقص 2V ناقص 2X هنا ناقص 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 عدد متقابلا يمشي بحلهم ثم زائد 2V مع ناقص 2V ناقص ناقص ثم بسلت ها هاكي يكون التبسيط بالنسبة لـ 88 صحة 16 ونتمنى ان شاء الله يكون جميع التنميقات تستفيدوا من هذا المناشر ثم التبسيط لتشغيل دروس السابعة أساسي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته